ما هي أزمة صرايفو؟ تعد صرايفو من أكبر المدن الموجودة في بوسنا والهرسك حيث يبلغ عدد سكانها 370 ألف نسمة وهي عاصمة البوسنا والهرسك بالإضافة لكونها المركز الثقافي والسياسي والاجتماعي تشتهر صرايفو بتنوعها الديني والثقافي ولا بد من الإشارة إلى أنها أصبحت من مملكة يغوزلافيا بعد الحرب العالمية الأولى ثم سقطت تحت حكم القوات الألمانية النازية أثناء الحرب العالمية الثانية وهي في هذا الفيديو سنعرفكم على أزمة صرايفو أزمة صرايفو هي قيام مجموعة مكونة من 6 أشخاص تابعين للتنظيم اليد السوداء السرية وهم سيفيتكو بوبوفيش ونيديلينكو كابرينوفيك ومحمد بايك وطريفكو غاربياز وغافريلو برينسيب وفاسو كبرلوفيك باغتيال وريث العرش النمسوي الأرشيدوك فيرد فريناند أثناء زيارته هو وزوجته لمدينة صرايفو في الثامن والعشرين من يونيون سنة 1914 حيث تجمعوا في الشارع الذي سيمر منه موكب الوريث وفي تمام الساعة العاشرة وعشر دقائق صباحا ألقى نديليكو قنبلة على سيارة ولي العهد النمسوي عندما اقتربت الأمر الذي أدى لإصابة ضابط الحراسة وعدد من الأشخاص ثم حاول آخرون اغتياله إلا أن السيارة مرت بسرعة كبيرة وبعد ساعة من الحال ثعاد ولي العهد النمسوي من زيارتي ضابط الحراسة فمرت قافلته بمنعطف خاطئ لأحد الشوارع حيث كان غافريلو برينسيب واقفا هناك فأطلق رصاصتين عليه فأصابت إحدى الرصاصتين زوجته في بطنها والأخرى أصابت ولي العهد النمسوي الأمر الذي أدى لوفاتهما فيه الاثنين فازدادت النقم النمسوي على السرب واشتعل فتيل الحرب العالمية الأولى حيث أرسلت الحكومة النمسوية رسالة تتضمن عشرة أمور للحكومة السربية بمثابة تهديد فقبل السرب بكافة شروطهم باستثناء شرق واحد ولا بد من الإشارة إلى أن النمسا أعلنت الحرب على السربية في سنة 1914 فبدأت التحالفات الأوروبية في العمل حيث سارعت روسيا إلى نصرة سربية وإعلان الحرب على النمسا فأعلنت ألمانيا الحرب على روسيا ثم أعلنتها على فرنسا وقامت بغزوها عبر بلجيكا ثم أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا وأعلنت النمسا الحرب على روسيا وظلت إيطاليا على حياد ثم دخلت الدولة العثمانية إلى الحروب يوم التاسع والعشرون أكتوبر حيث قام أسطولها بقصف الموانئ الروسية على البحر الأسود